بعد يومين من الجريمة البشعة التي قامت فيها عاملة منزلية بقتل الطفل نوال وتوجيه أربع عشرة طعنة إلى أخيها علي ما تسبب في دخوله العناية المركزة في الرياض صرحت والدة الطفلة أن ابنها علي تحسنت صحته وتمت إزالة أجهزة التنفس الصناعية عنه لما بدأ يتحدث عن طريقة القتل الوحشية التي قامت بها الخادمة من المدينة الطبية في جامعة الملك سعود بالرياض ينضم إلينا مراسل عربية حسين بن مسعد حسين مرحبا بك مجددا حسين هل من معلومات جديدة نعم خالد نحن الآن في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود منذ ساعات كنا هنا مع الفريق الطبي للسؤال عن حالة علي خصوصا بعد الأخبار التي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعية عن وفاته أو انتكاسة حالة الصحية الحمد لله منذ أمس منذ ساعة ظهور الإشاعة وهو فيه تحسن خصوصا بعد ما أكد لنا والده بالمقطع الفيديو الذي أخذناه له في الموقع العربية على تويتر بعدها تصلنا بالفريق الطبي ورحبوا بنا في المدينة الطبية مع الدكتور أحمد أبريكان الطبيب المعالج لحالة علي ليضعنا على آخر الصورة دكتور أحمد ما هي حالة علي للرأي العام يحبون أن يفهمون وين وصلت حالة الطبي ولماذا انتشرت الإشاعة يوم أمس هل أنتكست فينا حالته أم ماذا؟ مساء الخير وعلى المستمعين والمشاهدين في العربية أحمد حيكم صراحة يعني هو ولدنا علي جاء قبل يومين وكان في حالة حرجة جدا وكان مصاب بعدة طعنات وقتها أول ما جاء عندنا في الطوارئ تم تفعيل فريق الإصابات المتواجد في المدينة وتم مباشرة الحالة بالسرعة المطلوبة مع فحصا الحالة تبين المريض كان في حالة حرجة بزراحة فقد كثير من الدم وكان في عدة إصابات فبعد الإنعاش أخذنا للغرفة العمليات والحمد لله تمكننا من العلاج معظم الإصابات التي كانت موجودة والحمد لله حالة تحسنت من بعدها في العنانة المركزة في الحقيقة البارحة بالعكس الحالة تحسنت إلى درجة أن التنفس صار من نفسه والولدنا علي صحة وكلمنا وكلمها له وشلنا ومبوب التنفس والضغط تحسن ووظائف القلب تحسنت وأمورها تحسنت لدرجة يعني الحمد لله مطمئنين عليها الإشاعة اللي طلعت صراحة ما ندل موانجت بس ما نشوف لها أي مكان في الصحة هو لا زال في العنانة المركزة زي ما قلنا الإصابات اللي عندها إصابات شديدة وفحنا نحتاج أن نتابع في العنانة المركزة لأنه في احتمال أنه يكون في مضاعفات في أي وقت بس الحين الحمد لله ما جالسين نشوف أي من هالمضاعفات والأمور في تحسن يعني إيش كانت الإصابة التي تهدد حياتك كنتوا خايفين منها؟ هو الحقيقة أن الإصابة أدت إلى نزيف شديد ومسكين يعني العلي خسر كثير من الدم وبالإضافة لله كان عنده إصابة في الطحال وإصابة في الكبد وكانت الأمعاء برضو خارجة مع المكان اللي في الإصابة فكانت كل هذه الإصابات مهددة حياتها بشكل كبير تم التعامل مع كل هذه الإصابات والحمد لله تم التعامل مع النزيف من الكبد ومن الطحال وتمت إعادة الأمعاء والأمور الحمد لله بعدها كل الأشياء اللي شفناها شون نشوف تحسن وبإذن الله متى سيخرج؟ الخروج هذا سؤال صعب الحين علي قبل يومين كان يمكن أكثر شخص مريض عندنا في المستشفى بس إننا فيه تحسن وإن شاء الله نقول يعني خلال كم يوم إن شاء الله يطلع من عيان المركزة ونتابع حنا وسلم نتأكد إن الأمور في تحسن وما يكون فيه مضاعفات إن شاء الله بسبب اللي صار له شكرا لك خالد أنا ودي بس أل بس عن حالة النفسية إذا كان الدكتور بس يعني يفيدنا في هذا الموضوع طيب دكتور أحمد يسألك أستاذ خالد عن حالة النفسية لعلي والله الحالة النفسية الحين صعب إن الواحد يعرف الحالة النفسية للمريض إذا صار في العناء المركزة أو لسه طالع من العمليات ويأخذ كثير من الأدوية وتوهم صحصح وتوه كذا فالحالة النفسية صعب من الصعب إننا نتأكد منها الآن ولكن إن شاء الله نحن بصدد أن يكون فيه الفريق الطبي جزء من الفريق الطبي سيكون من أطباء نفسيين عشان نتأكد أن الحالة إن شاء الله ما فيها حالة نفسية سيئة أو إذا فيه ممكن نتعامل معها بإذن الله شكرا لك إذن من المبكر يا خالد من الدلائل أن حالته لا زالت نفسيا بحاجة لمزيد من وقت أنه منعنا من الدخول عليه لصحة نفسية حتى لا يتأثر التو هو أفاق وعلم بوفاة أخته وعرف بالحادثة وتحدث عنها ويعني هناك إجراءات طبية منعتنا من الحوار معها ولكن المدينة الطبية يعني استقبلت إن شاء الله يوم الأحد موعدون حسب الرأي الطبي إذا كان حالته تسمح سنظهر مرة أخرى مع علي بحول الله من المستشفى أو من غرفة الإفاق إن شاء الله شكرا جزيلا لك مراسل العربية من مدينة البناء ملك سعودة الطبية في الرياض وينضم إلينا أيضا من الرياض الدكتور سلطان العنقري مدير عام مركز ابحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقا دكتور سلطان مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة يعني جريمة مروعة جديدة حياك الله أستاذ خالد نعم بالفعل حياك الله أستاذ خالد وتحياتي لمستمعي ومشاهدي قناتنا العربية الجميلة وأولا نعزي الأسرة المكلومة بهذا الخبر الكارثي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنا طبعا هل تريد أن تسألني أستخد؟ نعم أنا أود أن أسألك عن أنه نحن اليوم أمام جريمة مروعة تضاف لسلسلة جرائم تكررت في سنوات قليلة ماضية مازالت الجهات المسؤولة عن ملف الاستقدام ربما أيضا بعض الجهات الأمنية تتعامل على أنها حالات شادة مع أن تكرارها ربما يقربها إلى أن تكون ظاهرة كما يرى البعض ذلك فلماذا حتى الآن لم نجد إجابة على ذلك السؤال الذي باته لغزا عن تفسير ما يحدث؟ أستاذ خالد تسمح لي بس إذا كان الأخ يصور لي بالله هذه المصورة دراسة أمنية ماذا تقول هذه الدراسة دكتور سلطان؟ أنا سوف أتحدث عن أستاذ خالد والحق قال أنه سبقا نبهنا عن خطورة أو تتكلمنا عن جرائم العمالة الوافدة في هذه الدراسة هذه الدراسة صراحة قمنا بها والحقيقة أنها كشفت أشياء كثيرة عندنا أول شيء أنه كشفت تسلل الحوثيين وهو من الجرائم التي كانت موجودة فيه هذا الشيء الثاني أنها أحدثت أو أوصت بالبصمة والآن مطبقة جيد دكتور أنا أريد أن أسألك عن هذه الجرائم جرائم الخادمات اللي هم من جنسية أفريقية احتلت المقرات الثامن؟ أتكررت هذه الجرائم نعم إلى الآن لم نجد لها تفسيرا بالرغم من المفترض أن تكون هناك مراكز موجودة لدراسة مثل هذه الجرائم كمركز أبحث الجريمة على سبيل المثال ما الذي يقوم به من دور في هذا الشيء؟ قمنا فيه الله أحفظك أستاذ خالد قمنا بهذا الدور واحتلت العمالة المنزلية مرتبة السابعة في ارتكاب الجرائم والعمالة الأثيوبية في المرتبة الثامنة مع العمالة الفلبينية والسورية سوريا أسف نقول هذا الكلام لكن هذا اللي حاصل عندنا نحن نتكلم عن عمالة في مجتمعنا وعملنا هذه الدراسة والدراسة هذه مسحنا فيها جميع سجون المملكة العربية السعودية اللي هي في 13 منطقة إدارية ولا تتخيل أن المجموعة العينة هو 4682 شخص فيه أثناء عملنا لهذه الدراسة تخيل أستاذ خالد 81.3% من هذه العمالة مستواهم التعليمي من أمي إلى المتوسط تتكلم عن العمالة الأثيوبيات عن الخادمات الأثيوبيات أنا سؤالي عن هذه النقطة تحديدا لا دكتور أنا أريد أن أسأل عن الخادمات الأثيوبيات يعني الجرائم متكاررة ضد أطفالنا في سنوات ماضية أنا سؤالي عن هذا الوضع الآن هل هناك دراسة توصلت إلى أسباب حقيقية لتكرار هذه الجرائم من أولئي الخادمات الذين ينتمين إلى هذه الجنسية أم لا لا ليست هناك دراسة ولكن نأخذها بهذا نحن لدينا جنسيتين يا أستاذ خالد يعني فيها ما رح نقول أن نسميها زي الاستقمة أو الوصمة لهذه الجنسيتين ولكن عندنا الجنسية البنغلاديشية وعندنا الجنسية الأثيوبية هذه الجنسيتين هم يعني معظم المشاكل ومعظم الجرائم تأتي من هذه الجنسيتين نرجع مرة ثانية لنقول ونؤكد على أن المكاتب والاستقدام التي أشرت لها أستاذ خالد في البداية أصبحت وهي من نتائج هذه الدراسة افتتاح مكاتب استقدام بالساعة أو باليوم ولكنها لم أصبحت هذه المكاتب أو الشركات مع الأسف أصبحت تبتز عشان أعود الموضوع تبتز المواطن وبالتالي يلجعون يا أستاذ خالد لعملية العمالة المتستر عليها واضح وعاما إن شاء الله ما تكون من هذه العمالة التي تم التستر عليها شكرا جزيلا لك من الرياض دكتور سلطان العنقلي مدير عام مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية سابقا